موسيقى نشت منتصف الليل عبر شاشة ليبيا لكل الاحرار والبداية بالعنوين انفجار سيارة مفقفة بالقرب من سجن الهضوى دون حدوث اضرار بشرية وجهات الامنية تواصل البحث عن منفذ التفجير المجلس العسكري بالصبرات يؤكد سلطة هجوم لما يعرف بجيش القبائل على جنوب المدينة وقتل اربعة من عناصره على الاقل مجلس النواب يطالب في رسالة الى المبعوث الامامي بضرورة ان يكون رئيس حكومة الوفاق ونائبه الاول من الشخصيات التي رشحها المجلس والي يدعو المؤتمر الوطني لتسمية ممثلين عنه للمشاركة في مباحثات المسار الامني اهلا بكم ما اكد مسؤول بغرفة تأمين وحماية ترابلس الكبرى انه لم يتم بعد التعرف على هوية منفذ التفجير السيارة المفخخة الذي استهدف سجن الهضبة الصباح الاربيع واوضح المسؤول الذي طلب عدم الصحي عن اسمه انه تمت مراجعة كاميرات المراقبة التابعة للسجن واظهرت ان شخصا وضع السيارة الملغمة بالقرب من حراسات المبنى واضف ان الشخص صعد الى سيارة اخرى حيث تم تفجير السيارة الملغومة مباشرة بعدما غادر المكان اكد مدير السجن الهضبة خارد شريف انفجار سيارة مفخخة بالقرب من السجن دون حدوث اضرار بشرية واضف شريف لقناة ليبيا لكل الاحرار ان الانفجار ادى الى حرق بعض السيارات المتوقفة وتسبب في اضرار خفيفة بصور سجن مؤكدا ان الاجهزة الامنية باشرت التحقيق في الحادث واضح مدير السجن الهضبة خارد شريف انفجار بعيد نسبيا عن السجن وقد وقع في موقف سيارات تابع للفرقة التاسعة بادارة الامن المركزي وفي مداخلة ببرنامج خبر وبعد على قناة ليبيا لكل الاحرار اعتبر ان هناك من يسعى لزعزعة الاستقرار في ترابلس لم تحدث اي خسائر بشرية احتراق اربع سيارات تخييرا في الخسائر المادية التي حدثت طبعا تم تطلق المنطقة مباشرة من تبدل لاجهزة الامنية وحضرت خلقة الفنية الخاصة بتشعر المتفجرات وباشرة التحقيقات التي نحتاجها التحقيقات مزاك مستمرة وهذه العملية الاغذية حدثت لغرب زعزعة الاستقرار اما الناتق باسم الغرفة الامنية المشتركة بترابلس عصام النعاز فاشرأي في مداخلة ببرنامج خبر وبعد الى ضرورة اقامة منظومة مراقبة بالكاميرات في المدينة من اجل احباط مثل هذه الحوادث مستقبلا اذا وقلل المحلل السياسي والعسكري عادل عبدالكافي من اهمية التفجير في طرابلس في مداخلة ببرنامج خبر وبعد على قناة ليبيا لكل الاحرار اكد الغرض السياسي للهجوم وان الغرض السياسي للهجوم واضح للعيان هذه العملية في داخل طرف اسمها هي الا رسالة مقصود بنا هدف سياسي حتى ارى ان كل عملية تفجيرية تحدث تكون متزامنة مع حدث سياسي او بعد حدث عام في مصاري الدولة الهجوية فانا اعتبرها تفجيرات ذاتا معنى سياسي ومغزى سياسي واضح افاد رئيس المجلس العسكري صبراطة طهر لغرابلي بسقوط اربعة قتلى على الاقل في صفوف جيش القبائل بعد محاولته التسلل الى مزارع جنوبي المدينة صباح الاربعاء واوضح لغرابلي لقناة ليبيا لكل الاحرار ان قوات المجلس العسكري صبراطة صدت الهجوم وقامت باستعادة السيطرة على المنطقة بعد الاشتباك مع المجموعة التي قدمت من مدينة جميل حسب قوله واضح الغرابلي ان قوات المجلس صدت هجوما اخر تعرضت له احد التمركزات قوات المجلس العسكري صبراطة بالقرب من مجمع مليتل الغاز من قبل جيش القبائل دون وقوع اي خسائر قال امر الشرطة العسكرية سيرت محمد الزادمى ان تواصل العمريات الاستطلاعية التي تنفذها رئاسة اركان القوات الجوية التابعة للمؤتمر فوق مدينة سيرت لا تعني شيئا ما لم تكن متبوعة بتحرك على الارض واضف الزادمى لقناة ليبيا لكل الاحرار ان القوة التي تتبعه لا تستطيع وحدها تحرير سيرت من تنظيم الدولة باعتبار ان التنظيم يسيطر على مواقع دفاعية في المدينة على حد تعبيره واكد امر الشرطة العسكرية سيرت ان الحياة في المدينة شبه معدومة نظرا للنقص الحاد في المواد الغذائية والادوية والوقود واغلاق المدارس والمستشفيات واستمرار حركة النزوح محاوب محملان المسؤولية للمؤتمر الوطني ومجلس النواب واكد امر السلاح القوات الجوية التابعة لرئاسة اركان المؤتمر الوطني العام على بودية قصف موقعين لتنظيم الدولة في مدينة سيرت مساء ثلاثاء واوضح بودية لقناة ليبيا لكل الاحرار ان طيرانا مجهولا قام بتوجيه ضربات جوية للموقعين دون ان يتسنى لهم معرفة الجهة التي قامت بتنفيذ القصف يذكر ان انباء كانت قد ترددت عن السيدة في موقعين تابعين لتنظيم الدولة في سيرت من قبل طيران رئاسة الاركان العام التابعة للمؤتمر الوطني العام وهو الامر الذي نفاه امر سلاح القوات الجوية منذ اكثر من شهر لم يتغير المشهد في سيرت حتى بعد اعلان رئاسة الاركان العام التابعة للمؤتمر الوطني العام انتلاق عملية تحرير المدينة مما يعرف بتنظيم الدولة وباقيت العملية مؤجلة ولم تحقق نتائج الشرطة العسكرية سيرت قالت ان تواصل العملية الاستطلاعية التي تنفذها رئاسة اركان القوات الجوية التابعة للمؤتمر الوطني فوق المدينة لا تعني شيئا ما لم تكن متبوعة بتحرك على الارض الشرطة العسكرية ضافت ايضا انها لم تتلقى الى الان اية اوامر للتحرك موضحة ان القوة التي تتبعها لتستطيع وحدها تحرير سيرت مما يعرف بتنظيم الدولة باعتبار ان التنظيم يسيطر على مواقع دفاعية داخل المدينة وامام ترد الوضع الامني والانساني ما زالت حركة النزوح مستمرة باتجاه مصراطة والزيتن والترابلس وغيرها حيث قالت عدد مصادر من داخل المدينة ان الحياة شبه معدومة نظرا للنقص الحدي في المواد الغذائية والادوية والوقود وغلق المدارس والمستشفيات ونظرا للاستمرار الوضع الامني على حاله داخل السيرت حملت اطراف عدة مسئولية تخير الحزم في عملية تحرير المدينة الى المؤتمر الوطني العام ومجلس النواب القوات الجوية التابعة للاسة اركان المؤتمر الوطني العام من جهتها اكدت قصف موقعين لما يورف بتنظيم الدولة في مدينة سيرت مساء الثلاثة وقالت ان طيرانا مجهولا قام بتوجيه ضربات جوية للموقعين دون معرفة الجهة التي قامت بذلك افاد مسئول الجناحة الاعلامي بمجلس شورى ثوار بنغازي محمد عبد الرحمن ان اغلب المحاور في المدينة شهدت يوم الاربعاء اشتباكات بين قوات حفتر من جهة وقوات شورى ثوار المدينة من جهة اخرى واكد عبد الرحمن لقناة ليبيا لكل الاحرار ان الطيران التابعة لحفتر استادف ليلة ثلاثة بعض المواقع في منطقتين مبروكة وقنفودة كما قصف بالمدفعية على المحور الغربي للمدينة ومنطقة الهواري دون تسجيل اي خسائر بشرية استنكر مكتب الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الاسلامية بنغازي في بيان له الخروقات والاعتداءات التي طالت المصلين ولائمة في المساجد دون غطاء شرعي من الدولة حسب البيان وشهد المكتب في بيانه على عصمة دماء المسلمين وحرمة المساجد وامن المصلين بها في اشارة الى عملية خطف الامة والمصلين من المساجد في بنغازي محذرا من توجيه التهم للغير جزافا دون بيينة او دليل وحث البيان الجميع على التوحد ورص الصف ضد من وصفهم بالطامعين والمندسين يذكر ان مدينة بنغازي شهدت الايام الماضية عمليات خطف الامة ومحافظين ومصلين اثناء تأديتهم للصلاة وعثر على جثث بعضهم عليها اثار التعذيب اكد نائب رئيس المجلس الاجتماعي لطوارق سبها محمد موسى توصلهم مع ممثلي التبوي الى اتفاق غير مكتوب لوقف اطلاق النار لمدة عشرة ايام وقال موسى لقناة ليبيا لكل الاحرار ان الطرفين قرروا ايضا تشكيل لجة تضم خمسة اعضاء من كل طرف تتولى التوصل مع مكونها من اجل التوصل الى تهدئة بين الجانبين من جهته قال الناطق باسم الوفد الوفاوض للتبوي موسى ترسي ان الطرفين اتفقوا على اجتماع مرة اخرى عقب عشرة ايام مؤكدا عدم وجود اجتباكة في الوقت الراهن بين الجانبين وقال نايب رئيس المجلس الاجتماعي لتوارق سبا محمد موسى في برنامج العاشرة ان الوضع في اوباري يشهد هدوءا نسبيا قلال اليومين الماضيين موضحا ان نجاح المفاوضات بين مكوني التبو والتوارق رهين بعدم وجود طرف ثالث يحمل اجندة خارجية حسب وصفه وحول جزئية توصل الطرفين الاتفاق غير مكتوب اكد المتحدث باسم وفد التبو المفاوض موسى ترسي ان الكلمة عند اعيان المنطقة نافذة ولا تحتاج الى توثيق وفق تعبيره كلمة اعيان التبو والتوارق اكبر واعمق واشمل من ان يوطق لكي يكون نافذة فقط الكلام يعني في عرف القبائل ان الكلمة لما يعطي فلان كلمة يعني فهذا يعني كلمة ما فيش اي اشكالية افد عميد بلدية الكفرة مفتاح ابو خليلا المدينة ما زالت تعاني اوضاعا انسانية صعبة مع دخول الاشباكات فيها بين قابلتين تبو وزوي يومها الخمسين وقال ابو خليلا لقناة ليبيا لكل الاحرار ان بلدي الكفرة نشد الجهات الحكومية وغير الحكومية تقديم المساعدات للأهالي لكن دون جدوى مشيرا الى ان المدينة تعيش حالة شبه عدام في المواد الطبية والغذائية الاساسية واضف ابو خليلا ان المجلس البلدي يعمل باقصى طاقته من اجل توفير ما يستطيع من مساعدات للأهالي مطالبا الحكومتين بتحمل مسؤوليتها تجاه الوضع في المدينة اعلنت القوة الثالثة المكلفة حماية الجنوب في بيان لها انها تتبرأ من كل شخص ينتمي للقوة ويقوم بالاعتداء على المواطنين او على ممتلكاتهم بالجنوب سواء كانوا شخصيات عادية او اعتبارية واكد الناطق باسم القوة الثالثة محمد قليوان لقناة ليبيا لكل الاحرار انهم يتبرأون من كل شخص يتكلم باسم القوة من دون تفويض رسمي منها منوها الى ان القوة الثالثة لا تتحمل مسؤولية اي تصريحات لم تخرج منها رسميا طالب مجلس النواب مبعوث الامم المتحدة الى ليبيا برناردينو ليوم بضرورة ان يكون رئيس حكومة الوفاق ونائبه الاول من الشخصيات التي رشحها المجلس واضاف المجلس في رسالة وجهها الى ليون انه يجب ان يتم اعتماد حكومة الوفاق الوطني فقط من قبل مجلس النواب وان وثيقة الاتفاق السياسية التي وقعت في الصخيرات غير قابلة للتعديل بالاضافة الى ان كافة القرارات والتشعات التي اصدرها المجلس غير قابلة للمراجعة او التعديل حسب الرسالة من جهتها قالت عضو مجلس النواب زهام سرقيوة لقناة ليبيا لكل الاحرار ان كل هذه المطالب تأتي لضمان نجاح الحوار حسب وصفها مؤكدة عدم وصول اي رد حتى الان من قبل بعثة الامم المتحدة وقال الناشط السياسي سليمان البرع سينه قد اصبحت للمبعوث الاممي لليبيا برنودين يون خارطة طريق واضحة المعالم وهو الان يضع اللمسات الاخيرة عليها اعتقد ان سيد يون اصبح لديه خارط طريق واضحة وهو في الخطوات اللمسات الاخيرة ولن يسمح سواء البرلمان او المؤتمر بتعطيل وتخريب ما تم الاتفاق عليه والوصول اليه بعد 17 او 19 من المفاوضات الشاقة بين الطرفين وارى المحلل السياسي جمال عبد المطلب ان الحوار الليبي وصل الى نهايته وكل طرف في الحوار يرفع من سقف مطالبه لكي يتحصل على اكبر عدد من النقاط حسب قوله الان الحقيقة بدأت بدلا من ان يصير نوع من التنازلات من اجل الوطن ومن اجل التقارب الشيء المزعج للشارع الليبي وللرأي العام بدأ في تصعيد من جديد وفي مزايدات من جديد اكد مستشار فريق الحوار المؤتمر الوطني المكلف بالحوار السياسي اشف الشحل قناة ليبيا لكل الاحرار ان البعثة طلبت من المؤتمر الوطني العام تسمية مماثلين من اجل المشاركة في اجتماعات المسار الامني واكد المبعوث الاممي في رسالة وجهت لفريق الحوار بالمؤتمر ان البعثة تتطلع الى لقاء الفريق الامني يوم الاربعاء في طرابلس وذلك لبحث الترتيبات الامنية التي سيتم تطبيقها مع تشكيل حكومة الوفاق الوطني وكان رئيس المؤتمر الوطني العام نوري بوسامين قد وجه حكومة الانقاذ الى محاسبة من شاركوا في اجتماعات امنية مع البعثة دون اذن وطالب بمنع اي اجتماعات امنية خارج الشرعية حسب وصفه اوضح رئيس مجلس حكما وشورى ليبيا محمد المغربي ان المبعوث الاممي بالراديل ليون اطلع المكونات الاجتماعية الذين التقوا في القاهرة على ما يجي بشأن تشكيل حكومة الوفاق الوطني وابلغهم بان المجتمع الدولي جاد بكل السبول لحل مشكلة ليبيا واوضح المغرب في منشور على صفحته على الفيسبوك ان ليون طلب منهم لقاء مع مشايخ القبائل لاطلاعهم على مجريات الامور الا انهم ابلغوه بانه لا يمكن الاجتماع بمشايخ ليبيا الا داخل البلاد واشر المغربي لان ليون ابدى استعداده لذلك وطلب بتعجيل الاجتماع داخل ليبيا واكد استعداد الامم المتحدة لحضوره اجتماعت بسيد ليون حوالي ساعة الاربع او ساعة وتبحثنا في عديد من المواضيع وحثنا في الصورة العامة اللي هي طبعا يسيروا فيها في الحوار في سواء كانت في جينيفا وفي الخيرات وطلب فعلا اجتماع بمشايخ وعمد الليبيين وانا ابلغت بان اراء المشايخ والعمد لا يمكنهم الحضور خارجي من البلد من جهته رفض مجلس عيان ليبيا للمصالحة دعوة اللجة التحضيرية لملتقى القبائل الليبية في القاهرة لاجتماع عيان القبائل مع رئيس بعثة الامم المتحدة في ليبيا بالرديوليون خارج ليبيا واكد رئيس المجلس محمد الانبشر لقناة ليبيا لكل الاحرار ان عيان وحكماء المنطقة الغربية والوسطى والجنوبية جددوا رفضهم لاجتماع القاهرة او اي اجتماع خارج ليبيا مشيرا لانه لا توجد اي خصومة بين مكونات القبائل الليبية تستدعي وساطة او اجتماعها خارج البلاد وانوها المبشر لانه كان على ليون الجلوس مع عيان القبائل بالتزامن مع جلسات الحوار السياسي وليس بعد تحديد موعد حكومة الوفاق الوطني يذكر ان مجلس عيان ليبيا للمصالحة كان قد رفض حضور ملتقى القبائل الليبي المنعقد في القاهرة شهر مايو الماضي انطلقت يوم الاربعاء بالقاهرة اعمال الدولة الرابعة والاربعين بعد المئة لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين وذلك برئاسة دولة الامارات ويتضمن جدول وعمال الاجتماع 27 بندا من بينها الاوضاع في ليبيا فيما تأتي الاجتماعات على مستوى المندوبين تمهيدا لاجتماع لاحد المقبل على المستوى الوزري سترفع اليه عدد من مشاريع القرارات هذا وكانت الجامعة العربية قد كلفت منها العام المساعد ورئيس مركزها بتونس عبداللطيف عبيد برئاسة وفدها المكلفة بالملف الليبي في جلسة الحوار السياسي القادمة نشتنا متواصلة وفيها ليبيا تحتل المرتبة الأولى عربيا والثانية عالميا بعد فنزويلا في تصنيف أرخص أسعار البنزين في العالم حسب موقع جلوبال كترول برايسيز انفجار سيارة مفخخة بالقرب من سجن الهضبى دون حدوث أضرار بشرية وجهت الأمنية تواصل البحث عن منفذ التفجير المجلس العسكري بالصبرات يؤكد صد هجوم لما يعرف بجيش القبائل على جنوب المدينة وقت أربعة من عناصره على الأقل ماجلس النواب يطالب في رصالة إلى المبعوث الأمامي بضرورة أن يكون رئيس حكومة الوفاق ونائبه الأول من الشخصيات التي رشحها المجلس وعلي يدعو المؤتمر الوطني لتصمية ممثلين عنه للمشاركة في مباحثات المسار الأمنية اتهمت مؤسسات المجتمع المدني للمكونة الاجتماعية التبو في الجنوب الشرقي في بيان لها الهيئة التأسيسية للصياغة مشوع الدستور بانتهاج أسلوب التهميش والإقصاء ضد التبو وأكد البيان أن أسلوب الهيئة دفع مثرية التبو إلى تعليق أعمالهم اعتراضا على عدم تمثيل المكونات الاجتماعية في لجنة العمل التابعة للهيئة وأكدت مؤسسات المجتمع المدني للمكون الاجتماعية التبو في الجنوب الشرقي تمسكها بحقوقها الشرعية التي كفلتها المواثيق والاتفاقيات الدورية للمكونات الاجتماعية والأقليات والتي تكفر توفير حقوق متساوية لكافة أفراد المجتمع بحسب البيان تقوم فرق البحث التابع لهيئة الهلال الأحمر فرع زوارة بانتشال الجثث الموجودة على شواطي مدينة زوارة بشكل متتال رغم قلة الإمكريات المتوفرة لديهم التقرير الآتي يستعرض طبيعة العمل التي يقوم بها الهلال الأحمر في انتشال هذه الجثث 184 مهاجرا غير نظامي عثر على جثتهم منتشرة على شواطئ زوارة قام فريق البحث التابع لهيئة الهلال الأحمر لبي فرع المدينة بانتشالها قبل يومين إجراءات عدة يقوم بها فريق البحث التابع للهلال الأحمر فور تلقيهم معلومات أو بلغات من قبل جهاز الشرطة أو جهاز خفر سواحل التابع للمدينة تفيد بوجود جثة ملقاة على الشاطئ وفي حال تم التعرف على هوية الجثة يتم تعبئة بياناتها في نماذج مخصصة للمفقودين بمركز الشرطة بعد التعرف على المفقودة والشخص المتوفي يتجه الأهالي إلى مركز الشرطة لتقديم بلاغ رسمي والنياب آخر معلومات تلقاها الهلال الأحمر أنباء عن وجود جثة تعود لمواطن يرجح أن يكون باكستانية الجنسية ملقاة على إحدى شواطئ المدينة قام على إثرها ممثل سفارة باكستان بزيارة رسمية لمقر الهلال الأحمر الزوارة لتحديد هويته جهود مضاعفة يقوم بها فريق البحث تابع للهلال الأحمر الليبي رغم قلة إمكانيات ونقص في المستلزمات الأساسية لانتشال الجغف وذلك بحسب الهلال الأحمر ناقش رئيس حكومة الإنقاذ الوطني خليفة لغويل مع مدير شركة جيم إلكترونيكا الإيطالية استكمال مشروع منظومة المراقبة الساحلية وتفعيل العقود المبرمة الخاصة بالرادرات التي تساعد على مكافحة الهجرة غير النظامية وضم الاجتماع الذي عقد صباح اليوم بقاعدة طرابلس البحرية رئيس أركان القوات البحرية ومدير إدارة المشتريات العسكرية يذكر أن ليبيا تعتبر نقطة عبور لمئات المهاجرين غير النظاميين من الدول الإفريقية إلى أوروبا تمكن رجال حرس الجماركا بقسم مكافحة التهريب والمخدرات سرمان ونقطة التفتيش الآلي سرمان من ضبط كمية من البيض الفاسد غير الصالح للإستهلاك قادمة من تونس وقال رئيس مكتب مكافحة التهريب والمخدرات سرمان المقدمة لطفي زكري لقناة ليبيا لكل الأحرار أن أفراد المكتب تمكنوا من ضبط سيارة كانت تتقل كمية من البيض الفاسد المموهي ببعض البيض الطازج كانت جزءا من شحنة كبيرة دخلت الأراضي الليبية الفترة الماضية في السياق نفسه قام أعضاء المكتب بالتعاون مع الحرس البلدي سرمان بضبط جحنة نقل قادمة من مدينة جميل محملة بعصائر مخزنة في طريقها إلى منطقة الكريمية بطرابولس تحتوي على عصائر فاسدة تم حجزها والتحقيق مع صاحب الشحنة ويحالة أوراق القضية إلى النيابة أعلن مكتب النيب العام في بيان له تأجيل موعد بيع ناقلة النفط مورنينجلوري بالمزاد العلني إلى نهاية سبتمبر الجاري وأرجع المكتب هذا التأجيل قيامه بأعداد كراس مواصفات للناقلة من قبل اللجنة المشكلة بقرار من وزير العدل يذكر أن مكتب النيب العام كان قد أعلن مطلع الشهر الجاري أن مزاداً علنياً سيفتح لبيع ناقلة مورنينجلوري التي تم ضبطها وهي بصدد القيام بشحن النفط الليبي دون إذن من المؤسسة الوطنية للنفط احتلت ليبيا المرتبة الثانية عالمياً والأولى عربياً في تصنيف أسعار البنزين في العالم حسب موقع جلوبال بيترول بريسيز المتخصص في تصنيف أسعار البنزين وأظهر موقع جلوبال بيترول بريسيز في آخر تصنيف له بتاريخ السابع من سبتمبر الجاري أن ليبيا احتلت المرتبة الثانية بعد فنزوليا في تصنيف أرخص أسعار البنزين حيث بلغ سعر اللتر الواحد أربعة عشر سنة وأوضح الموقع أنه بسبب تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية إلى أكثر من النصف منذ منتصف 2014 وزيادة المعروض وتراجع الطلب على الخام قررت بعض الدول رفع دعمها عن الوقود من بينها دولة الإمارات إلى عنوين النشرح انفجار سيارة مفخخة بالقرب من سجل هد بدون حدوث أضرار بشرية وجاءت الأمنية تواصل البحث عن منفذ التفجير المجلس العسكري بصبرات يؤكد صد هجوم لما يعرف بجيش القبائل على جنوب المدينة وقتل أربعة من عناصره على الأقل ماجلس النواب يطالب في رسالة إلى المبعوث رمامي بضرورة أن يكون رئيس حكومة الوفاق ونائبه الأول من تخصيات التي رشحها المجلس والي يدعو المؤتمر الوطني إلى تسمية ممثلين عنه للمشاركة في مباحثات المسار الأمنية بتأمون نشرا في أمريكا اشتركوا في القناة